سؤال اليوم طوال مسيرتك في سلسلة جي تي اي ايش هي اندر سيارة امتلكتها وحصلت عليها وقف المقطع وشاركنا في خانة التعليقات اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي لها طبعا في مقطع اليوم رح نشوف سيارات نادرة جدا روكستار جيمز حاولت بقدر الامكان انها تخفيها وتصعبها وتصعب طرق الحصول عليها في سلسلة جي تي اي لكن اللاعبين عثروا عليها واليوم رح نستعرضها ونذكر لكم جميع طرق الحصول عليها ان امكن ذلك فخلونا نخش سويا في المقطع اولا عندنا سيارة المانانا اللي فيها جثة في جي تي اي اي ثري عموما في مهمة ديد سكونك ان ذا تراك هناك مانانا نادرة جدا بلون نادر وايضا داخلها جثة طبعا سيارة فيها العديد من الاشياء اللي تخليها مميزة ونادرة اولا عندنا انه لونها نادر جدا ومستحيل انك تحصل هذا اللون في محل رش الالوان نهائيا ما رح يطلع لك ثانيا في شنطة السيارة هناك بقعة دم تميزها عن الكل زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان اضافة الى ذلك في حال انه السيارة يعني صدمت كثير رح تظهر الجثة في الخلف وفي الشنطة زي ما هو ظاهر لكم الان وهذا الامر يجعلها سيارة نادرة جدا وعشان تحفظ المانانة يا اخوان عليك انك تخش للمهمة وتسرق السيارة وبكل بساطة بعد ما تسرق السيارة اشتركوا في القناة وبكذا مبروك عليك السيارة نادرة زي ما تشوفون اللي ما تقدر تجيبها الا من هذه المهمة فقط سيارة المانانة ذات اللون النادر وذات الجثة في الشنطة ثانيا مركبة الف بي اي المدرعة جي تي اي سان اندريس وهذه المركبة يا اخوان اتحدى كلها بي فيكم انه واحد منكم قتجربها حرفيا يا اخوان مركبة نادرة جدا 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 طبعا المركبة موجودة بشكل رسمي في ملفات اللعبة لكن للأسف ليست موجودة اطلاقا في اللعبة الرسمية اذا تبغى تجربها عليك انك تركب مودات عشان تضيف هذه السيارة للعبة غير ذلك لا تستطيع يعني انك تجربها اذا تجربها ركب مودات مباشرة رح تقدر تلعبها زي ما هو ظاهر لكم الان المركبة صراحة اسطورية وقوية ولا تقهر لا تنفجر لا تتأثر حرفيا جدا جدا قوية ولهذا السبب اتوقع روك ستار جيمز يعني ما استخدمتها لانها بكل بساطة ثالثا سيارة اليوروز الرياضية جي تي اي سان اندريس واليوروز يا اخوان واحدة من اندر السيارات في جي تي اي سان اندريس وسلسلة جي تي اي اجمع طبعا هي سيارة رياضية سريعة فخمة انيقة وعشان تجيبها لابد انك تكون في القائمة الثالثة من تصدير السيارات في لاسفين تورس طبعا بمجرد ما تكون مطلوبة منك في تصدير السيارات عليك انك تتوجه الى هذا المكان وفيه راح تحصل سيارة اليوروز منتظرتك بشكل لاهبي جدا زي ما هو ظاهر لكم الان وعشان تحفظها كل اللي عليك انك تاخذها الى اقرب قراج ومبروك عليك سيارة اليوروز النادرة في جي تي اي سان اندريس رابعا البيكلي 76 او التكسي الرياضي جي تي اي لبيرتي سي تي ستوريز واحدة من افضل السيارات النادرة بالنسبة لي انا صراحة لانها فعلا حقيقة فخمة ومتطلبات السيارة اخوان ليست بالصعبة فقط عليك انك تشتغل كتكسي وتوصل 100 شخص لوجهته بنجاح في حال انك فعلت ذلك وصلت 100 شخص للمكان اللي يبغاه راح تحصل التكسي الناري الاحمر موجود في هذا المكان وفي انتظارك لاخذه زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان مركبة اسطورية وفعلا تحسسك انك نادر ومذر طلباتها ليست بالصعبة خامسا سيارة سوشو ثاندر رود ايضا في جي تي اي لبيرتسيتي ستوريس طبعا هي سيارة سباق وحشية قوية جدا ذات محرك معدل بالكامل وعشان تاخذ السيارة لابد انك تبدأ مهمة غريس سوشو واللي فيها عليك انك تتسابق معاه وتفوز عليه ثم تتخلص منه فنعم بمجرد ما تبدأ المهمة كل اللي عليك انك تروح لخط بداية السباق وبمجرد ما يبدأ السباق حاول انك تاخذ المركز الاول في حال انك فعلت ذلك الان اللاحق سوشو واقتله وبمجرد ما تقتله مباشرة راح تنتهي المهمة كل اللي عليك انك تاخذ سيارة الاسطورية ومبروك عليك سيارة السباق هذه ذات المحركة المجنونة الوحش السريع الذي لا يقهر سادسا البورش الحمراء والصفراء جي تي اي في سيتي ستوريز عموما في مهمة سو لونج شلونج هناك بورش ذات لون مميز ولون استحالة انه يرسبن في اي مكان طبعا هذه السيارة من الاساس هي السيارة الخاصة بريني طبعا عشان تاخذ هذه السيارة عليك انك توصل لهذه الجزئية من المهمة زي ما تشوفون ثم بعد ذلك كل اللي عليك انك تسرق السيارة وتهرب من المكان وتروح وتحطها في كراجك ثم بعد ذلك انتظر ريني لحد ما يموت بمجرد ما يموت كذا يكون مبروك عليك البورش النارية الحمراء والصفراء طبعا هذه السيارة يا اخوان مستحيل ونهائيا لما تمشي بها انك تشوف احد يقلدك فيها من الام بي سيز وغير ذلك ممكن نعم يقلدون شكلها لكن نهائيا ما يقلدون لونها سيارة فعلا حقيقة نادرة وتحيسسك انك مميز عن البقية سابعا الانفيرنس البرتقالية جي تي اي فور طبعا بعد اتمام مهمة بويس اي هوي بنجاح نيكو بيليك رح يتلقى هدية مميزة من بيرني وبرايس وهي عبارة عن سيارة برايس اللمبرغيني الخاصة وعشان تاخذها لابد انك تتوجه للمكان اللي قلك عليه بيرني ومباشرة لما توصل للمكان رح تحصلها قدامك بشكل رهيب جدا والسيارة هي الانفيرنس البرتقالية وهذا اللون يا اخوان مستحيل مستحيل انك تحصلوا في اللعبة اطلاقا ما رح تحصلوا جميع محلات رش الالوان ما رح تعطيك هذا اللون ولا اي ام بي سي في العالم عنده هذا اللون من الانفيرنس فقط الانفيرنس هذه البرتقالية هي السيارة الوحيدة بهذا اللون النادر جدا لذلك هي فعلا حقيقة سيارة مميزة ونادرة ويصعب التفريط بها ويصعب الحصول عليها لذلك لو حصلت عليها حاول انك تحافظ عليها بقدر الامكان وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعا لليوم وفيه شفنا سبع سيارات نادرة جدا موجودة في سلسلة جي ذي اي شاركونا هراكم في خانة التعليقات من بين السبع السيارات النادرة اللي ذكرناها ايش اكثر سيارة عجبتكم طيب كيف وصلنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة